هي الاعداد الترتيبية دي انا باستخدمها امتى يا ولاد انا باستخدمها لما باجي اقول التاريخ المفروض ان انا ما بقولش مثلا النهاردة اربعة من مارس لا المفروض ان انا بقول الرابع من مارس مثلا ولما اجي اردت بالمراكز يعني مثلا ما اقولش ايه ما اقولش حنين طلع واحد لا انا بقول حنين طلع الاولى صح فالاولى ده عدد ترتيبية وما ينفعش مثلا نقول ان مونة طلع اتنين انا بقول مونة طلع اتنين ولا طلع التانية التانية ما اقول مثلا اغسطس هو تمانية شهر ولا تامن شهر تامن شهر فهي دي الاعداد الترتيبية اللي هي الاول التاني التالت الرابع احنا هناخد بقى لغاية الواحد والسلاسون شمعنا يعني لان اي شهر ما فيهوش اكتر من واحد وثلاثون يوما يعني فيه شهور بتلاقي فيها تمانية وعشرين يوم زي شهر فبراير او تسعة وعشرين فيه شهور بتلاقي فيها تلاتين يوم فيه شهور بتلاقي فيها واحد وثلاثين يوم لكن مفيش اكتر من كده خلاص فإحنا هناخد لغاية 31 أو الواحد أو الحادي والثلاثون يبقى الأول كل عدد ترتيب يا أولاد ليه كلمة وليه اختصار بص كده ليه كلمة وليه اختصار ليه كلمة وليه اختصار عاوز تقوله بالكلمة ماشي عاوز تقوله بالاختصار ماشي والاختصارات بتتعامل ازاي الأول هعمل واحد وأخذ آخر حرفين من الكلمة اللي هما الاختصارات سهلة جدا الثاني هعمل اتنين وأخذ آخر حرفين يا أولاد اللي هما ال-nd السهلة الثالث هعمل تلاتة وأخذ آخر حرفين الرابع فورث هعمل أربعة واخد ايه يا ولاد خلاص اخر حرفين التي اتش هنا 5 و تي اتش هنا 6 تي اتش 7 تي اتش 8 و تي اتش باخد بعمل الرقم واخر حرفين سهلة جدا او طيب حفظ المشي كده 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 برضو نفس الطريقة لغاية 31 21 الواحد والعشرون هعمل 21 واخر حرفين انهما الستين الثاني والعشرون هعمل 22 22 واخد اخر حرفين لهم الاني دي تمام سهلة خالص اه سهلة خالص يبقى ده طريقة الاختصار يبقى طريقة الاختصار ما فيهوش اي مشكلة خالص ان انا اعملها بالاختصار سهلة الرقم واجيب اخر حرفين من الكلمة طيب ده بالنسبة للاختصارات تعالى بقى ناخد الكلمات نفسها الاول يعني first اوكي الاول يعني first 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 الاول اسمها كده بالانجليزي first خلي بالك ان الار اصلا بانطقها ار ار زي girl زي اه مثلا اه bird طائر وهنا هقول first 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 وقلنا بعمل one واستي الاول first طيب يعني ايه march first الاول من مارس يا سلام april first الاول من ابريل may first ايجي تكتب كده may وبالاختصار كده may first الاول من مايو طيب ده يوم هياخد one لان ده تاريخ الاول من مايو يوم طيب قلنا الاول first طيب الثاني second 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 او هتقول two two ده اتنين ده العدد العادي بتاعنا لكن الثاني second 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 first second first second يا مستر دول صعبين انا احفظ لا 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 انت هتلاقي الدنيا تمشي بعد كده على فكرة هتلاقي الدنيا بقت بسيطة خالص بس لما نمشي شوية كده هتلاقي كل حاجة سهل first second first second الاول first والثاني second ماشي يا ولاد الاول first والثاني second طيب الثالث third احنا قلنا الت ه بنتها sound ال ir بتديني sound r طيب third d والd يا ولاد third first second third first second third انت بقى لما تمتحن لما تمتحن كده وتبقى النتيجة تطلع تيجي فرحان وتقول لي يا مستر اي كيم فرست انا طلعت الاول اي كيم فرست خلاص يبنى عندي فرست second third first second third first second third سهلين جدا thank you الرابع fourth ايه ده يا مستر ده هي فور انا عارف فور f-o-u-r انت زود th واختصارها اكيد four اربعة واجيب اخر حرفين كده فوق كده صغيرين four th الرابع fourth fourth first second third fourth طب يعني ايه بقى april fourth يعني الرابع من ابريل يعني نين فاقول my first day is on april fourth my first day is on april fourth my first day my first day عيد ميلادي is on april fourth في الرابع من ابريل first second third fourth طيب الخامس fifth عارف 15 مش احنا بنقول 15 و50 وكده لا انا مش هقول 15 ولا 50 انا هجيب ال f-i-f وضفلها th وتبقى fifth ماشي يا حبيبي fifth 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 الخامس يا ولاد fifth اوكي الخامس fifth اوكي fifth first second third fourth fifth first second third fourth fifth first second third fourth fifth sixth بعد كده بقى خد كل اللي جاي سهلي جدا السادس sixth هنعمل s-i-x اللي هي 6 six ونضيف th six six السابع seventh seventh هنعمل seven اللي هي 7 ونضيف th الثامن eighth هتعمل eighth اللي هي 8 وتيجي تضيف th تلاقي th جاهزة حق th بس eight ماشي ما تضيفش th كمان هيبقوا اتنين th لا th جاهزة الحمد لله خلاص وفر eight 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 التاسع ninth هنحزي في ال-n يا ولاد اوكي n-i-n-th نحزي في ال-e قصدي هنحزي في ال-e من nine هتبقى ninth ninth والسح سح سح يا ولاد ninth زي حرف الس ninth six seventh eighth ninth العاشر عاشرات وضيف t-h وتبقى tenth واختصار ونجيب اخر حرفين اخر حرفين فوق eleventh 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 first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth tenth first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh sixth 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 eighth eighth sixth ismahat twelfth انا اعرف انا اعرف ان 12 twelf t-w-e l-ve e طيب مبدئيا هنحزي في e وحنخلي vf twelf ونضيف the th اللي احنا بنضيفها twelfth 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 واختصار ها 12 و the th تمام twelfth 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 اوكي يولد twelfth twelfth الثاني عشر twelfth خد عندك بعد كده بقى الثالث عشر هنعمل th واخر حرفين th وتبقى thirteenth الرابع عشر نعمل 14 14 واخر حرفين th وتبقى fourteenth الخامس عشر هنعمل 15 اللي 15 f i f t e e n واخر حرفين اللي هما th السادس عشر هنعمل 16 اللي هي 16 واخر حرفين اللي هي th السابع عشر بنعمل 17 واخر حرفين اللي هي th السامن عشر بنعمل 18 اللي هي 18 واخر حرفين th التاسع عشر بنعمل 19 واخر حرفين تبقى 19th 19th ok ok first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sexteenth seventeenth eighteenth nineteenth اللي جاية دي يا أولاد عشرين ولا العشرون لأ العشرون خلاص العشرون طيب هو نعرف ان عشرين twenty t w e n t y بص يا بابا هنقلب ال y ل i وبعد كده هنضيف e وال th يعني ممكن تقول ان احنا بنقلب ال y ل ie ونضيف th طيب اسمها ايه twentieth twentieth okey twentieth 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 واله العشرون twentieth 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 سهلا خلص يا اسراء مش كده twentieth okey يبقى انا عندي first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirtieth fourteen fifteenth sexteenth seventeen eighteen nineteen twentieth 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 طيب بعد كده سهلا اوي 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 هنكرر هنكرر اللي قلناه هنسب twenty ونكرر twenty first نعمل شرط واملد من كل كلمة بقى خلاص كل كلمة نعمل بناء آيفن شرطة من الكلمات twenty first الواحد والعشرون ها twenty second الثاني والعشرون twenty third الثالث والعشرون twenty fourth الرابع والعشرون twenty fifth الخامس والعشرون twenty sixth السادس والعشرون twenty seventh السابع والعشرون twenty eighth الثامن والعشرون twenty ninth التاسع والعشرون طيب تلاتين هتب ازاي طيب تلاتين اصلا ثيرتي برضو هقلب الواحد لأي اي ووضيف th وتبقى thirties thirties okay thirties thirties وبعد كده المفروض بقى نسبت thirty واحد من الاول thirty first الواحد والثلاثون ولو هكمل بقى thirty second thirty third thirty fourth thirty فقى لو هكمل بس انا اخري thirty third دول اسمهم الاعداد الترتيبية ordinal numbers ordinal numbers يلا نحفظها انا بحبكوا تتميزوا قوي وبحبكوا تبقوا عارفين والله بجان تبقوا عارفين تبقوا عارفين كده حاجات اضافية العنوين الكلمات اللي هي اللي ممكن محدش يهتم بيها انا عاوزكوا تعرفوها انا عاوزكوا حاجة كده متميزين الاعداد الترتيبية يعني ordinal numbers اتفقنا ordinal numbers طيب تعال انا تحت كده هو تحت عمه بيقول فعمه الطيب بيقول لنا يلا نكتب عيد الميلاد نكتب عيد الميلاد مثلا مثلا انت عيد ميلادك يوم 15 مارس مثلا طيب نكتبه ازاي 15 مارس علشان كل واحد بعد كده يعرف يكتب عيد ميلاده هنكتب الشهر اول حاجة هنكتبها الشهر فكتبنا مارج طيب احنا بنقول 15 اللي هو الخامس عشر اللي هو 15 واخر حرفين تي اتش فاشوف شكتله بقى عامل ازاي مارش الفتين اللي هو الخامس عشر من مارس ده سهله خالص طيب لو واحد مثلا عيد ميلاده الثاني من فبراير اتفقنا الثاني من فبراير طيب هنعمله ازاي هنقوم كتبين الشهر تبريويري وبعد كده الثاني اللي هو المفروض اتنين واخر حرفين ساكند تمام اللي هو اليوم اتنين ده والاني دي دي اللي هي ايه اولاد اللي هي العدد الترتيبي بتاعه ساكند طيب تعال انا اقول من عدي بقى انا اقول لكم على سر بس اوعى تقولوا الحد انا مش عاوس ان حد يعرفه خالص عيد ميلادي انا يوم 16 ديسمبر انا عاوس اكتبه بقى واحد واحد يقول 16 ديسمبر طيب بيتكتب ازاي بالانجليزي هقوم عامل الشهر اللي هو ديسمبر وبعد كده السادس عشر المفروض سكستين واخر حرفين سكستين طيب هو ديسمبر سكستين ومارش ومارش شفتين وفبريوير ساكن كل دول ايه ايام هياخدوا حرف الجر ايه اون 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 لان الايام بتاخد اون دول يعتبروا تواريخ يعني ايام يعني ياخدوا اون تمام اوما انا ايل كده عارفين يا ولاد عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي فيه السادس عشر من ديسمبر وده السر الخطير اللي مش عاوز لحد يعرفه اتفقنا 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 شكلك هتقولوا السر اوه طيب هو انا كده خلصت التسجيل والسيشن فيه الهجاب واللتس اتفقنا التسجيل